نحن الشباب من يتغنى بأهمياتنا صناع القرار والمؤسسات الدولية والمحلية ويؤمنون بقدراتنا وانطلاقا من ذلك ولضرورة تعزيز دورنا في العمل النقبي ومراكز صنع القرار نفذت مؤسسة إبداع المعلم هذه المبادرة بشراكة مع الشبكة العربية للتربية المدنية أنهر وشبكة نايا المجتمعية بحضور عدد النقابات ومماثلها المشروع هادفا إلى تصلية ضوء على دعم المرأة والشباب الفلسطيني والأردني في المراكز القيادية وتذليل العقبات كافة لدفعهم إلى أعلى الهرم القيادية نظرا لكونهم يشكلون النسبة الأكبر في المجتمعين الشغيقين في إطار ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرس الشباب لديهم الإيمان بالفكرة وهذا مهم هم بحاجة إلى وعي واضح في الموضوع النقابي وينزمهم بناء قدرات ومهاراتهم أي تمكينهم كيف يقومون بالدور كما هو منطبهم من أجل تعسيز العمل تعسيز العمل لا يعني الكلمات لا يعني العمل وهذا بحاجة إلى هذه المكونات الثلاث وفي فلسطين لدينا من المجموعات الشبابية في العمل النقابي شيء جيد وإيجابي وسيتم إعداد إلى مؤتمر شبابي نقابي إن شاء الله وسيكون هؤلاء الشباب هم لجنة إعداد هذا المؤتمر والنوار الرئيسي هذا المشروع بصب في مشروع المواطنة وقيم المدنية اللازم نعززها في وطننا العربي ولقينا إنه ما في مساحات شبابية كافية في الإطار المدني اللي منشتغل فيه لتوعد الشباب بحقوقهم ولعمل حراك شبابي لمناصرة قضايا الشباب والمرأة مشاركة الشباب والشابات لا تتجاوز واحد بالمئة في مراكز صنع القرار حسب الإحصائيات الأخيرة الأمر الذي جعل منها ضرورة لتشكيل شباب من أجل ديمقراطية وحجز مقعد يفجر طاقاتهم الكامنة في القيادة والنقابات المختلفة هذا المشروع له أكاديمية الشباب من أجل ديمقراطية كان مهم جدا من ناحية تأسيس أرضية للشباب نفسهم دائما وأبدا أصعب شيء في البناء أن يكون فيه عندنا أساسات قوية هذه الأساسات قوية المتينة إن شاء الله نحن نطمح خلال السنوات القادمة يكون فيه تأثير إيجابي لمشاركة الشباب والمرأة هذا الشيء يكون فيه عندنا نقابات مهنية صديقة للشباب والمرأة بصناعة القرار مش مستعجلين كثير لأنه دائما وأبدا النتائج والثمار بحاجة لانتظار ووقت حتى تنضج كانت فرصة إلي لإني أشارك بهذه الدورة ولي أقدر أني أنا أخلق أو نبني مع بعض جسم أو قاعدة شبابية والإشي اللي عنجات بدي أذكره أنه كان فيه تجاوب كثير عالي من قبل الأمانة العامة في الاتحاد العام بس هون دور الباقي بيصفي على الشابات أنهم يلتزموا بالمساحة اللي فتحت لإلهم ويكونوا على قدر كافي من الوعي أنهم يستثمروا هذه المساحة اللي أتيحت إلهم المشروع بدعم المرأة وبدعم الشباب بس يعني برجع بأكد على جزئية أنه النظام كله بيعتمد على المرأة وعلى الشباب فإنهم عن جد يكونوا موجودين تمثيل منصف للشباب والمرأة وعقد مؤتمر شبابي نقابي كانت أهم مخرجات المبادرة من الطرفين الأردني والفلسطيني حيث آمن بمبادئ ثابتة تقوم على أساس عادل يعكس النسبة الحقيقية لوجود الشباب في المنظومة المجتمعية نحو نقابات مهنية فاعلة بروح شبابية هذا ما أفرزته مبادرة أكاديمية الشباب من أجل الدموقراطية في الأردن وفلسطين لتلفزيون الفجر من الأردن تسليم بشوة